هذا الكلام له شقين لا يمزج الذين يكافؤون على الخير مع الذين يجازون على الشر يعني الرسول بوليس يقول ايه الله افرزنا نحن رسل اخرين كأنه محكوم علينا بالموت يعني ايه يعني في اله بيستخدم تشبيه روماني في المحكمة الرومانية ابتدي المحكمة بالمخالفات ويلف في الرل للجنح وبعدين الجنايات وبعدين اللي محكوم عليهم بالموت يجوا في اخر الجلسة القاضي بيأجلهم للاخر وفي ايامنا فيه محكمة للجنح ومحكمة للجنايات ما يتحطش اللي عمل جنحة مع العمل الجناية الله يحط الاشرار مع الابرار لا فكلسي المسيح له شقين الشق الاول للمؤمنين والشق التاني للاشرار الاموات الشق الاول هو بعد الاختطاف بحوالي سبع سنين بتقدير الارض ليه بقى قبل ما تخلص السبع سنين او في ختمها سينزل المسيح راكبا على فرس ابيض اللي هو الظهور قبل منه عشاء العرس قبل منه العرس قبل منه الكنيسة تلبس لسياب العرس لبس سياب العرس ده هتاخد فيه المكافآت وتلبسها هيكون امتى امام كرسي المسيح فكرسي المسيح قبل العرس مباشرة مش اول ما نختطف يا حسبنا لا نقعد حوالي سبع سنين ليه بقى لما يكون في حساب بيني وبين واحد صاحبي واروح اقعد عنده مش اول ما ادخل يسيحسبني او حسب يجيب لي كبات شاي وانا نشرب بعدك نقعد بعدك انت حسب هكذا كرسي المسيح نقعد في السماء سبع سنين كأننا بنشرب كبات شاي نتمتع وبعدين يجي الحساب والعتاب ياريت كبات شاي فيه عرس عرس عشاء عرس الخروب لا لا شاي مش هتوفي معانا حبيبي هنقول دلوقتي على الحاجات الحلوة اما جزء التاني من كدس المسيح بقى لحساب الاشرار فبعد الالف سنة وبعد الزمان اليسير رأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام العرش العظيم الابيض لكي يدانوا بحسب ما هو مكتوب في اسفارهم بحسب اعمالهم اتاري واحنا مش داريانين اتاري كل واحد مننا ايا كان بلده ولا وطنه ولا جنسيته ولا ملته كل واحد ليه كتاب ليه كتاب بتسجل فيه اعماله ده حتى الشاعر غير المسيح بيقول ايه اتلاقي يوم اربعة من عز احبابك شالوك على كتفهم سهم القضر صابك وتكون نهايتك عدم والقبر مفتوح لك ويجيك ملك يسألك والرد في كتابك قال له يعني حكاية الكتاب دي موجودة في المسيحية وغير المسيحية فيه كتاب اسمه سفر الاعمال موجود فيه كل الاعمال اللي اعمالها الانسان البعيد عن الله دكها بتاع الكرسي المسيح هنتكلم بعدين عن اعمال لكن هنا دينه مما هو مكتوب في اعمال في اسفارهم بحسب اعمالهم كل خطاهم متسجلة للوقوف امام كرسي المسيح عشان يتحسبوا عليها نعم وكل من لم يوجد مكتوبا اسمه في سفر الحياة طريحة طريحة في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت هذا السفر مكتوب في كل حاجة عملتها ان كان سرق كذب حلفان اضطهاد قتل موجودة في السفر ده بس الحسن الحظ ولحسن ظروفك ايه والعزيز حتى لو كنت قاتل وارهابي هذا السفر ممكن يغسل في دم المسيح المسيح لما مات على الصليب قال ايه يا ابتاه اخفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعل غفر لصالبيه ويغفر لقتل التابعيه اتذكر بهذه المناسبة البابا يوحن بوليس السادس لما زار الشخص اللي حب يقتله راح له في السجن مش عارفه اللي في المستشفى في تركيا عشان يصليله ويبركه بيورينا ازاي المسيحية بتعلمنا ان السفر بتاعنا ممكن يتمسح وممكن يسمحنا الرب لو اتنا اليه امين امين اعزائي المشاهدين الموضوع شيق وبعتقد يتطلب شوية تركيز من قبلكم لانه صحيح تشجيعي ومعزي ولكن ايضا تعليمي ويغوص في العمق وان شاء الله كل واحد منكم يكون عندهم ورقة وقلم وعم بيسجل كلها النقاط الحلوة حتى يرجع يشتر عليها يشتر عليها ويحفظها وتكون عنده كأساس راسخ في ايمانه المسيحي امين عنا اخت اسمه ايمي اتبرعت خمسين دولار شهريا للارمية امين ربي باركك اخت ايمي وطلبت نصلي من اجله سجلي اسمه من فضلك حتى في نهاية البرنامج نرفع الاخوة والاخوات اللي طلبوا صلاة من اجله وطلبت صلاة حتى الرب يعز قلوب اهل الشهداء اللي فقدناهم في العراق امين امين اخ متحد فضل ايو اسيس عطاء الحقيقة انا حابب ان انا مش عايز برضو افوت الجزء اللي تكلم فيه اسيس حاء بخصوص ادانة الظالمين وازاي هكون فيه حكم للظالم والمظلوم فياريت اسمع من حضرتك يعني كلمة تعزية للناس اللي هما فقدوا اعزاء ليهم احباء ليهم في المسبحة الاخيرة اللي حصلت في كنيسة سيدة النجاة وازاي يعني يعني لماذا يعني لماذا نقدر نقول دم المسيحين محلل بالشكل ده زي النقطة اللي كلمنا فيها في الاول وقلنا الاضطهاد منذ ان بدأت الكنيسة الاولى لغاية النهاردة واحنا في القرن الواحد وعشرين واحنا بنقابل اضطهاد وبنقابل صعوبات طيب ما هي كلمة التعزية نقدر نقول ايه ازاي ازاي الناس اللي دبحت ناس ابرياء في كنيسة نقول هتتحاسب ازاي الناس ديت واه 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 وايه الهدف اللي خليهم عملوا كده وايه اللي خليهم وصلوا لمرحلة هذا الكره الفظيع ان هم يقتلون الناس ابرياء عمين يعني قبل ما اعطي الميكروفون لخادم الرب الاخ اسحاء لحين دفع التمن بيقول الكتاب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل هاو دي ضحي اللي عملوا هالمجزرة هم ضحي لنظام مساكين يعني هاو دي مش عارفين شو عم بيعملوا لمن رب صلى الصلاة على الصليب يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل عن كل من هذا الصنف عن ظلم صور كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلد عليهم ونفس الوقت يصرخوا لأصلبه أصلبه فالله أقام يوما يعني يأمر جميع الناس في كل مكان يتوبوا متغاضيا عن إزمة الجهل لأنه أقام يوما هو مزمع فيه أن يدين المسكونة بالعدل بمين؟ برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات مين هو وديان العالمي؟ مين هو اللي حيقون بالواجب؟ هذا شخص الرب يسوع المسيح تفضل أخ أسحاق حضرتك سألت أكثر من سؤال مع بعض السؤال الأول عن المظلومين وإدانة المظلومين الأول إنصاف المظلومين وبعدين تعزية لأهليهم وبعدين إدانة الظالمين إنصاف المظلومين فينا قبل أن نغوص فيه ناخد اتصال في شخص أخت نضال تفضلي على الخط أخت نضال تفضلي هلو أنا نضال أهلا بيك أختي نضال سلام ونعمة ملك الملوك معاكم جميعا سلام أختي أنا أريد من يسوع وروح القدس تعزية شديدة لأجل المصابين وأجل الشهداء أمين أنا أريد أن أطلب من كل مسيحي ليس المسيحي بالإسم فقط ولكن المسيحي بالإيمان الذي يقول أنا أؤمن بسيدنا يسوع المسيح لأن الآرامية تبشر بيسوع المسيح فهي تكمل عمل الرسل فيجب أن ندعمها بكل ما نقدر عليه كل هذه الأحداث اللي نسمعها ويمكن يأتي يوم إذا لم ننهض بسرعة ونؤمن بأن هذه الأيام هي الأخيرة وأن يسوع على الأخواب سوف يأتي هذا اليوم علينا أيضا هنا وفي أمريكا فما المانع أن كل المسيحيين مهددين قوة روح القدس تكون مع جميعكم ومع كل الأعمال في الآرامية شكرا يا أخت نضال وأنا سأتبرع بمبلغ قدره 600 دولار ربي باركك يا أخت نضال ويعود عليك تعب محبتك نشكري من فضل رب كل هذا ربي باركك شكرا عزيزتي شكرا عندي أبو كمال أكيد سجلنا اسمك للصلاة ونعمة روح القدس تثبت في قلوبنا آمين يا أخت نضال وأخبركم كثيرا ربي باركك أختي ويباركك سجلنا اسمك للصلاة في نهاية البرنامج عندي الأخ أبو كمال أبو كمال تفضل مرحبا خطا أهلا أبو كمال أهلا وسهلا ربي باركك ويباركك ضيفك أسحاق وضيفك ثانيا أخويا ربي بارككم على التجيء يا أخي شكرا يا حبيب بالنسبة للإفتحاد لما النيرون أو القيصر ما أعرف من هو كان قيصر أو نيرون نيرون كان قيصر لما قطع رأس ياقوب ففكر أنه يخذ على المسيحية فكثيرا من الناس يفكرون أنه لما يخطرون المسيحي أو يفكرون أنه يخطرون على الكنيسة المسيحية أو أبناء الله اللي هم مدعوين لا ما يقدرون يقول لا تخافوا من الذين يخطرون الجسد بل خافوا من الذين يخطرون روح والجسد معا أمين حتى لو يخطعون رؤوسنا لا يفكرون أنه يخلص لأن الكنيسة بزار الكنيسة هي شهداء اللي ماتوا من أجل الكنيسة يعني الرب يسوع المسيح قال سيكون لكم ضيقة ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم أمين أمين شكرا يا أبو كمال شكرا ربي باركك على مداخلتك الحلوة وحقيقة الرب يسوع المسيح بيقول عنه الكتاب هو حبة الحنطة هذه اللي إذا بقيت وحدة لا تأتي بثمر ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وعندما انغرس الرب يسوع في الأرض بعد ما ماته على الصليب أتى بأبناء كثيرين معه إلى المجد فالموت بالنسبة لنا نيرون كان يقتل الواحد كان يطلعوا عشرة مقبيله فالموت بالنسبة لنا مش مشكلة الموت بالنسبة للمؤمن جسر عبور من عالم الزمن إلى عالم الأزل أمين أمين